موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج الذي يتجدد كل أسبوع ولا أنسى أيضا أن أرحب بسنة وأبدأ معها بما لديها كما تعودنا والتقارير التي تختارها لنا اليوم لدينا تقرير عن مشكلات تأهين ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المحررة في حرب دعنا نرى سويا ونسمع تاريخي موسيقى الحمد لله أني أجاني هيك بهالوضعية هاي عامل وراسي صموا بكم ما بيحكي بلا بالقوش أيوة من الولادة طبعا في إلي ولاد عم معاقين نفس الصموا بكم وهذا إنسان كان يعني إنسان جيد وذاكرته حلوة ودراسته كويسة كان يدرس برودة الصموا بكم عند النظام سابقا وترك المدرسة من أجل هالظروف اللي صايرة في هالبلات هاي ما عندنا نأمنوه بركنا بالمدرسة مدرسة النظامية هون حاليا هلأ نفسيته تعباني رغم اجتهاده بس أول كان أحسن بكتير بكتير لأني هنيك بالروضة روضة الصموا بكم كان مهيئ معلمات كفو للتدريس الصموا بكم اللهم دورات اللهم مجال اختصاصهم يعني ما يحتاج نحن يسألنا أني حلو لي هاي أو هاي هلأ حل اللي هاي إيش معنات هاي لأن المدرسة العادية ما يفهمون يعني كل تفاحة إلى إشارة قفتل فضل يا رغض محمود فضل سوا قشرا ضرب أربع بساعة عبد الغفور طالب كتير مجتهد متفوق على رفقاته في المواد العلمية لكن المشكلة التي يعاني منها هي القراءة مشكلة القراءة يجب أن يتوفر له أنسة مختصة للطلاب والإحتاجات الخاصة وأنا طبعا أنسة ليس مختصة نحن نحن نفعل معه نحن نحن نحكي معه بلغة الإشارة لحتى هو يتفاعل ويشارك بالدرس إيه ايه مظلوط إيه وقت إيه سنة إيدنا إيه Mansoor عبقافوش عطا نلعب مع بعض نسلة نعمل نلعب نرجط نسلة نبرجم بعض ما رأيك أستاذ عامد والتقرير نشوف أنا الحقيقة كتبت ملاحظاتي لكي لا أنسى لأني أحيانا أشكو من نسيان بعض النقاط فالتقرير مؤثر التقرير يعني يعطي صورة عملية واقعية عن التكافل الاجتماعي بل الأهم من ذلك أنه بيعطي أنه توجد إمكانية للتكافل الاجتماعي رغم الصعوبات ورغم الظروف التي يمر بها الشعب السوري لفت نظري بالتقرير عدة نقاط قد تكون يعني غير مترابطة فممكن أذكرها أنه واحد اتنين ثلاثة الأمر الآخر الذي لفت نظري ما قاله هذا الرجل أنه في عائلته أمثال هذه الحالات مما ساعده أكثر على فهم هذه الحالة فإذن أثر الخبرة على الإنسان وكيف تساعده أكثر وأكثر على الفهم على التعاطف على معالجة المشكلات وهلأ الآن المجتمع السوري يعني أصبح به حالات متنوعة للأسف من هذه الأشكال لكن كمان ملاحظة أخرى وهي مفيدة تنبهت لها من هذا التقرير أنه هذه الحالة هذا الصبي ليس معاقم بسبب الثورة السورية أو بسبب إصابة بالبراميل أو بأي شيء هو معاقم قبل فهذا يطمئن الناس أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الإعاقة ليس شرطا أن يكون ما يحدث هو سببها وإنما هذا قدر الله سبحانه وتعالى فهذا يجعل الإنسان أن يتقبل وأن يرضى أكثر وأكثر بما يمر به من ظروف سيئة فهي علىها مش التقرير لكنها الحقيقة أمر مهم جدا أنه ما نظن أنه صحيح هي بأيديهم وصحيح هي تأتي من القصف ومن البراميل ومن الحصار ومن التجويع يعني أمور أنواع من أنواع الإعاقات ليست هذه الإعاقة بالذات لأني أنا أتكلم بشكل عام ولكن بالآخر هي من قدر الله سبحانه وتعالى أيضا لفت نظري في التقرير طبعا أمر معروف أنه الإعاقة لا توقف الإنسان أبدا فهذا الصبي كان رغم ذلك متفوقا لفت نظري أمر أنه رغم كل هذا الحصار ما زال هناك اهتمام بهؤلاء يعني هذه الآنسة التي تراقب الطالب وكانت تقف معه وتقول أنه ذكي وأنه متفوق وأنه يحتاج إلى عناية هذه الآنسة رغم الظروف تولي كل طفل الاهتمام فقالت عن السبب تراجعه فكمان هذا أمر أعجبني جدا وأتمنى أن نستنسخه في جميع الحالات ومع جميع الأطفال أنه دائما بدل أن نغرق في المصيبة أن نتأمل هذه المصيبة ونحاول أن ننتبه لأطفال وأن نجعلهم يتجاوزها كمان أمر آخر لفت نظري الاهتمام بالتعليم أنه ما شاء الله الطلاب ما زالوا يجلسون في المقاعد ويذهبون إلى المدارس طبعا هذا جاء في التقرير ليس عليه الاهتمام ولكنه أنا أعجبني ووجدت أمر إيجابي جدا وهذه الأمور التي كتبتوها وبالآخر أقول أنه التكافل هو الذي يسير حياتهم يعني هذا الطفل الذي قابلوه بالآخر وقال أنه نلعب ونتشارك يعني هذا هو الذي يجعل الحياة جميلة ويساعد على استمرار الحياة ويجعل الأطفال أسوية فلا يتأثرون بما يمروا بهم طبعا أنا هلأ بقى سأعود إلى سنة وأسألها ما رأيك أنت يا سنة هذه المرة في التقرير هل لديك أي تعليق؟ في الحقيقة أنا وجدت بحث وهو تقريبا جديد أو دراسة ميدانية صادرة من مركز البحوث للدراسات للباحثة نسيبة جلال الموضوع مشكلات تأهيل الأشخاص ضوية الاحتياجات الخاصة في المناطق المحررة في سوريا يعني بالضبط جعل التقرير تبعنا البحث في الأساس مقدم للنشر نحن اليوم كما ذكرنا طبعا الأهمية الموضوع مثل ما أنت ذكرتي نحن نعرض هذه التقارير أيضا للفت الانتباه للناس المهتمين بهذه أو بمقدوره المساعدة أيضا البحث مقدم بلغة بسيطة واضحة يشرح المصطلحات العلمية كمان للمهتمين يذكر البحث أو دلت نتائجه على نقص الكوادر الطبية أو التأهيلية الشاملة من حيث التأهيل الطبي أو النفسي أو التعليمي أو المهني أيضا يذكر تقريرا للإتلاف السوري أو تقريرين الأول يذكر أن عدده والاحتياجات الخاصة في زيادة مضطردة منذ بدء الثورة بسبب التعذيب الذي طال الكثير من المعتقلين في نظام الأسد بالإضافة إلى أعمال القصف والعنف وتزداد الأمور سوءا عندما لا تتوفر أي خدمات للتأهيل بعد الإصابة بالإعاقة مما يؤدي إلى تفاقم وتطور المشكلة أيضا تقرير آخر يذكر أو ذكر فيه ذوي الاحتياجات الخاصة كلمة أو عدم يذكرون فيه عدم توفير أي خدمات لهم لإحتياجاتهم بقولهم نواجه مصيرنا وحدنا مثل معنا البحث تذكر النقص والمشاكل أيضا لكن بتفصيل أكبر وهو جميل جدا ومفيد للمهتمين ذكرت الباحثة أيضا في نهاية البحث أدت توصيات منها ضرورة العمل جميع الأطراف على وقف الانتهاكات وهي السبب الأساسي أو أحد الأسباب المؤدية للعاقات ضرورة العمل على تأمين الخدمات التأهيل الشامل ضرورة توفير برامج تربوية خاصة تؤمن للأطفال ضرورة تشجيع طلب السوريين للإتحاق بتخصصات ذات علاقة بالتأهيل الهدوية للإحتياجات الخاصة وهي نقطة مهمة جدا كثير طيب نتوقف مع فاصل ونعود لإكمال الإجابة على الأسئلة التقرير الذي اختارته سنة اليوم ذكرني بأني قد لخصت من كتاب أهداني إياه طبيب نفسي كان يتحدث عن الأطفال وعن أسباب شعورهم بمثل هذه المشاعر يعني رغم أنه متفوق كان يشعر بالأحباط فأنا أذكر أني كتبت هنا رؤوس أقلام لأنني وجدت الموضوع أن الموضوع مهم فمثلا قال هو في كتابه أنه تختلف ردود فعل الأطفال على الأمور التي يتعرضون لها وعلى الظروف الصعبة التي يمرون بها فيقول أنه هذا تابع طبعا أنا أقول هذه المعلومات من كتاب لطبيب نفسي سوري وأقول الآن من أجل مساعدة الأهل أو مساعدة المعلمات والأساتذة أو حتى مثل هذا الرجل الذي يعمل الطفل عنده لكي يساعده على تجاوز الحالات النفسية الصعبة فيقول أنه تختلف ردود أفعال الأطفال حسب العمر الذي يمر به الطفل حسب شخصيته لأنه في شيء خلق خلق من الله سبحانه وتعالى القدرة على الاحتمال وعلى التأقلم والتكيف أيضا الأهل طبيعة الأهل وطبيعة التعامل والعلاقة بين الأهل وبين الطفل حسب تجارب الطفل وحسب عمر هذا الطفل وحسب المكان الذي يسكن به يعني مدينة قرية حتى كمان المكان الآن أصبح له علاقة أنه هو بالمناطق المحررة أو هو داخل مناطق النظام كل هذا يختلف أو هو من النوع الذي نتتنقل من مكان إلى آخر فهذا كمان له أثر ويقول أنه الطفل أحيانا بل كثيرا كلما كان أصغر في العمر يخلط بين الحقيقة وبين الخيال هي كمان مشكلة أحيانا تجعل الطفل يضطرب نفسيا بسبب هذه الأختلاطات يعني خوفه مثلا قد يكون الواقع الذي يعيش به جيدا لكن لما يسمع ويرى فخوفه يصور له أمور أخطر من الواقع فيخاف أكثر فكمان أيضا يقول في كتابه أنه في إشارات تجعل الأهل يتنبهون للاضطرابات الذي يمر بها هذا الطفل يعني مو نرى أمامنا الطفل سويا ثم نلاحظ والله فيما بعد أنه هو مضطرب نفسيا لا فيه إشارات من قبل ويجب على الأساتذة وأولياء الأمور أن يلاحظوها مثل مثلا الحركات اللي غير طبيعية أحيانا هيك رففة مثلا بالجفون رشفة باليد نظرات زائغة أحيانا الأم قد تلاحظ تبول ليلي مصلئة الأصبع كل هذه الأمور هي إشارة إلى الأضطرابات وكلما زادت هذه الأمور كلما دل هذا على زيادة أكثر وأكثر وأضطراب أكبر وأكبر ياريت نلحقها من قبل حتى ما تصبح مرض نفسي وتحتاج إلى الحبوب وإلى المعالجة ونحن في غناء عن ذلك طبعا لصعوبة الحصول على الأطباء أيضا يقول تعلق زائد بالأهل أو بالمربي بالأستاذ خوف من الركوب أحيانا بالحافلة لعلمس مع الطفل أن حافلة انفجرت فيها عبوة ناسفة فقد يخاف من ركوب وسائل المواصلات كوابيس عدوانية العدوانية أو مثلا مثل هنا ما لقينا بالتقرير الانطوائية أو التراجع بالتحصيل الدراسي حركات معينة أحيانا الطفل يحاول أن يثبت ذاته فنلاحظ عليه مثلا مدح زائد لنفسه محاولة لإظهاره هيك حركات غير لائقة كلها تكون للفت الانتباه فكيف يقول الآن هذا الطبيب كيف يكون العلاج العلاج كما فعلوا هنا ونريد تعميم هذا الأمر مشاركة الطفل الاهتمام به سؤاله التجاوب معه التعامل معه بهدوء وبإيجابية وبتفهم يقول أيضا توضيح الأمور للطفل شرح الحقائق يعني لا بأس أن يستبقوا ويشرحوا الحقائق للأطفال كيف هو الوضع طبعا من ناحية إيجابية وبطريقة لطيفة وأنه يجب أن يعلم الأطفال أن الحياة بالآخر تسوف وتستمر لا بأس من أن يقصوا عليهم من قصص السابقين وما مروا به خاصة العلماء كيف تجاوزوا الإعاقة يعني مثلا من أيام قليلة كنت أقرأ عن شخص معاصر اقتصادي معروف اسمه محمد شوقي الفنجري فلفت نظري قصة حياته يقال أنه هذا كان طبعا هو مصري من مواليد مصر ولد عام 26 نشأ في صعوبات لأنه كان وقت الاستعمار بدأ يسيطر على البلاد العربية وكانت الخلافة قد سقطت من قريب فهو قرر أن يناهض الاستعمار الإنجليزي ونحن طبعا هلأ سوريا أصبحت تقريبا محتلة يعني ما عاد والله هلأ ثورة أصبح احتلال واضح احتلال روسي إيراني أمريكي دولي فرنسي كله يقصفنا وكله يريد أن يأخذ خيراتنا فهو بدأ يناهض الاستعمار الإنجليزي فأصيب في إحدى المعارك سقط على الأرض ظنوه قد توفي فأخذوه إلى القصر العيني إلى المشرحة على أساس أنه يتعرفوا على هويته ويقومون بغفنه فوجئوا أنه الرجل يتحرك فتبين أنه مصاب بشلل بسبب الرصاصة التي أصابته وبقي على قيد الحياة بقي بمشفى القصر العيني تخيلوا أربع سنوات تحت العلاج وهو مشلول خلال هذه الفترة ماذا فعل؟ بدأ يدرس الحقوق درس الحقوق وتفوق فيها بعدين أخرجوا من المشفى بقي سبع سنوات وهو يعاني من آثار هذه الإعاقة وفي العلاج الحمد لله تحسنت حالته فسافر إلى البلاد الأجنبية وحصل على الدكتورة وعمل في بلاد كثيرة عمل في الجزائر عمل في السعودية وعمل في السودان وألف مجموعة كبيرة من الكتب هو توفي ليس على قيد الحياة ولكن انظروا إلى سيرة إنسان مر بشيء مشابه لما يمر به الآن كل طفل وكل شاب في سوريا فهي أمثال هذه القصص ترفع المعنويات وتساعد الإنسان على تجاوز المحنة وتجاوز العقبة فأيضا يقول هذا هي قصة على الهامش يقول هذا الطبيب أيضا إنه قد تعجبون هذا رأي الطبيب النفسي إنه الأطفال لديهم قدرات أكبر من الكبار نحن دائما نخاف على الأطفال نقول إنه هاي العقد سوف يحملونها إلى ما بعد سوف تؤثر على حياتهم على زواجهم على تربيتهم لأبنائهم سوف نحصل على معاقيم مدى الحياة إن لم يكن جسديا فنفسيا لكن بالعكس الطب النفسي يقول إنه الطفل أقدر على التكيف وأقدر على تجاوز المشكلات وهي الحمد لله لصالحنا لأنه نحن نعلم إنه أكتر الشعب السوري فيه نسبة الأطفال والشباب أكبر من نسبة الكبار في العمر فيقول إنه بس ننتبه لهم ونحاول أن نعطيهم الإيجابية وكيفية تجاوز العقبات أيضا هناك كلام هذا الطبيب له كتاب آخر عن السجين أتكلم عنه في مرة مقبلة لكي يعني ننوع بي الحلقة وأيضا لكي لا ننسى يعني أنا وجدت أنا أحب أن أخصص كل حلقة لموضوع لكن كمان لا بأس أنه في حلقة تالية أنه نستعيد نفس الموضوع الذي سبق وتكلمنا عنه لأنه الموضوعات بالآخر سوف تتكرر المشكلات سوف تتكرر فنحن أيضا نكرر الكلام عنها لكن من جانب آخر من زاوية أخرى من سؤال جديد فنتوقف ونعود إلى الأسئلة مع سنة نعود إليك يا سنة وما هو السؤال الأول في هذه الحلقة السؤال الأول قصير خليني أقرأ لك يا بدي أستشيرك لو سمحتي زوجي موفد من جامعة حلب لجامعة بيروت وانتهى الإيفاد ولازم نرجع لأن فيه مطالبة بالمبالغ اللي يدفعوا ليها شو بتنصحيني أرجع معه ولا ضل عند أهلي والله يجزيك الخير السؤال قصير والجواب قصير تسأل هل تعود أو لا تعود حسب المنطقة التي سوف تعود لها إذا كانت المنطقة آمنة فأكيد الأفضل أن تعود وأنا بشكل عام أنصح أن تكون المرأة مع زوجها فما دام زوجها سوف يعود ارجعي معه لأن الفراق خاصة في هذه الظروف الصعبة قد يؤدي إلى فراق دائم لا سمح الله أو قد يؤدي مثلا إلى أن تتغيري أنت وأنت في الغربة هو يعود إلى سوريا قد يتأثر بالوضع الجديد والجو الجديد تتغير أفكاره فتبتعدان عن بعضكما البعض وهذا كثير خطأ ويصبح من الصعب اللقاء والاتفاق فالأفضل أن يكون مصير الأسرة واحد وأن يكونوا دائما معا وربي يسر ويصلح الحال السؤال الثاني عن إمرأة تسأل عن مال لصديقتها لم تعد تراها تقول أن في ذمتها مبلغ من المال استدانته قديما من جارة ورفيقة وتقول أنه ثم افترقتها بسبب الثورة يعني كانتها جارتين فاستدانت من جارتها مبلغا من المال ثم تفرقها بسبب الثورة وتقول أنه الآن لم تستطع الوصول لها أبدا ومر على ذلك سنين الثورة أربع سنوات وتقول أنه حاولت أن تبحث عنها كثيرا ولا تدري ماذا تفعل والمشكلة الأخرى أنه هي مع الثورة ضاقت بها الحال ولديها ابن يدرس وبحاجة ماسة إلى هذا المال ولديها ابن آخر يريد الزواج وأيضا بحاجة إلى هذا المال فتقول ماذا تصنع هلأ يبدو أنه لما الجارة أعطتها هذا المال لم تشطرت عليها مدة معينة لاستعادة هذا المال فإذن الدين مفتوح ونحن الآن أصبحنا مع وسائل التواصل من السهل أن يحصل أي طرف على الآخر يعني مدام تقول أنه كانت جارة لها فتستطيع هذه الجارة أن تسأل مثلا أكيد تعرف اسمها وتعرف اسم بنتها وتعرف اسم ابنة وتعرف اسم زوجة نفس الشي يعني هذه الجارة تعلم هذه المعلومات عن الأخرى التي استدانت والمرأة التي أعطتها المال كمان تعرف هذه المعلومات وبيقولوا أعلم بشي فيك ربك وجارك فهننا اتنين لديهما معلومات كبيرة فالمفروض أن تحاول كل واحدة أن تبحث عن الأخرى فعجيب أن صاحبة المال لم تحاول البحث ولم تحاول السؤال وأنه ما شاء الله هذه المرأة التي استدانت لديها هذه الأمانة الكبيرة لكي تصبر أربع سنوات وهي تبحث وتستقصي فإذن هي بالشرع فعلت ما عليها الحكم بالشرع بالأصل حكم الاستدانة حكم اللقطة يعني تبحث سنة كاملة إن لم تجد صاحبة المال المفروض أن تتصدق به ولكن يبدو أن هذه السيدة حصل معها كما حصل مع الرجل الذي أخطأ وكانت عليه كفارة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليك أن تدفع الكفارة قال له ما معي فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفارة وقال له تصدق بها فقال أنه يعني يمكن ما في بالمدينة رجل أفقر مني فقال له خذ هذا المال فأنا أرى أن هذه السيدة أن تبقي مع هذا المال على سبيل الاستدانة يعني على وضعه الأصلي وقت تصرف به ريث ما تأتي هذه السيدة لأنها لو تصدقت به كما هو الحكم الشرعي يعني بحثت عن هذه السيدة سنة كاملة ثم لم تجدها فالأصل أن تتصدق به فلو تصدقت به ثم صدف أن وجدت صاحبة هذا المال يجب أن تجيز صاحبة المال هذه الصدقة يعني يا بتقول لها والله أنا وافقت وأعجبني وشكرا لك لأنك تصدقتي بالمال عني وأنا إن شاء الله يوم القيامة أخذ أجره يمكن تقول له أنا لا أوافق أنت استدنت مني المال أنا أريد المال بهذه الحالة السيدة التي استدانت يعني صاحبة السؤال مجبرة أن تعطيها المال مرة أخرى والتي تصدقت به بيكون يحسب لصاحبة السؤال طب صاحبة السؤال تقول أنه هي بحاجة للمال ولذلك أفضل طريقة أن تتصرف الآن بالمال على أصله أنه المال ما زال دينا في ذمتها فتعطيه لابن الذي يريد الزواج تعطيه لابنها الآخر الذي يريد الدراسة وحين تجتمع بهذه المرأة تعيد لها مالة من أول يعني كأنه الآن استدانته منها هذا الأمر فأنا كتبت هنا يعني كتبت أجبت عن كل شيء صح؟ بأعتقد أن أجبت عن كل النقاط الموجودة في السؤال طب ما هو السؤال الذي بعده أنت كتبته الأسئلة فتتابعين معها سؤال هل مطلوب من الشاب الزواج؟ وسؤال آخر هل مطلوب من المتزوجة الإنجاب؟ نعم هذا سؤال غريب يبدو أن هذا رجل متشائم الظاهر مع السورة فرأى أنه الأفضل على طريقة أبي العلاء المعاري أنه لا يأتي بناس إلى هذه الدنيا ولا يعني يحملهم الهموم والأحزان بالأصل الزواج في الشريعة الإسلامية كما قال الفقهاء تجري عليه الأحكام الخمسة يعني ممكن أن يكون مكروه ممكن أن يكون مستحب ممكن أن يكون حرام كيف طبعا إذا الإنسان ليست له حاجة إلى الزواج وليس معه المال الكافي مثلا ممكن أن يكون حتى شخصيته يعني غير من الناس اللي يحبون التوحد الحياة منفردا فإذا جاءوا أحد وعاش معه قد يختلف معه قد يسبب له الأذى فهذا أكيد الزواج يعني ما بصير أن يأتي بامرأة ثم يظلمها أو يضربها أو يعصب عليها ما معه مال يصرف عليها فخليها أعدي ببيت أهلها معززة مكرمة أو تتزوج رجلا آخر قد يكونوا مكروها كمان لمن لا يملك النفقة لمن لا يستطيع وليست به حاجة إلى الزواج فهذا الأفضل طبعا صلى الله عليه وسلم تزوج لكن إذا وجد أنه وضعه الآن جيد ما في مشكلة قد يكون مستحبا لمن لديه الرغبة ويملك المال قد يكون واجبا للإنسان القادر على التربية القادر على التوجيه القادر على إعالة المرأة الذي لديه رغبة شديدة في الزواج هذا يجب عليه الزواج لأننا نخاف عليه أن يقع في الحرام وقد يكون الزواج مباحا يعني لا هو حرام ولا حلال ولا مستحب هو أمر مباح بالنسبة لبعض الناس الذين يعيشون حياة طبيعية والآن لا يشعرون برغبة ممكن بعد مدة يشعروا فهو بالنسبة له مباح وأما إنجاب الأطفال فأيضا كمان تنطبق عليه نفس هذه الأحكام فمعه حق يعني يمكن الظروف أصبحت صعبة فما يقول أنه أنا ما بدي أتزوج نهائيا ما يقول ليسه واجبا يقول أنه الآن أنا لا أشعر بهذه الرغبة ولذلك لا بأس أن أؤجل الموضوع أي لا بأس أبدا أن تؤجله ولكن لا تنوي أنه أنا والله ما لا أريد الإنجاب ولا أريد الزواج خليها على الظروف وخليها على التيسير ويعني ربي يسر لكل شاب ما يريده سواء يريد الزواج أو لا يريد الزواج وإذا تزوج لا بأس يعني إذا شعر بس برغبة بالزواج ووجد أنه الإنجاب صعب بسبب كثرة التنقلات بسبب ضيق ذات اليد كمان لا بأس أبدا أن يؤخر الإنجاب سنة أو سنتين ولكن أن يكون ذلك بالاتفاق بين الزوج وبين الزوجة جاءتني إشارة أنه انتهى الوقت الحمد لله كتير يعني كان مناسب مع انتهاء الأسئلة فنتابع مع الأسئلة الأخرى يبدو في أسئلة أخرى ليس كذلك نؤجلها إلى الحلقة القادمة ونودعكم أنا وسنة إن شاء الله إلى حلقة قادمة ونتأمل أن أستقبل على صفحتي المزيد من الأسئلة ومن التفاعل عن هذا البرنامج وعن ما يلقى فيه من أسئلة وموضوعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة